شوفيا شوفيا صورة يوسف الشاهد بدأت تفزبل عادة ما يردوا بعض الناس بقولة الجنرال الألماني كلوزوفيتش اللي قال وكتب أن الحرب هي مواصلة للسياسة بطرق أخرى أنا شخصيا نفضل مقالة إمانويل ليفيناش اللي كتب أن الشياسة ما هي إلا محطة من محطات الحرب الدائمة لشهرة لأخرى بل العامين لأخرين حرب الكل ضد الكل دمرت الساحة السياسية التوصية وظهرت إفرازات أو بداية إفرازات جديدة بل وجوه جديدة ومتجدة ومنها بالذات يوسف الشاهد ومن اللي يتعين رئيس حكومة سيوسف الشاهد بداية يربح في نوع من رأسمال التعاطف على الأقل على مستورين كابيتال سيمباتي الأول بعد إعلان الحرب على الفساد في بدايتها بالأحرى في مياه 2017 لأنها بعد مدايدة ولاية موصومية وانتقائية وقريب تدخل في خانة ناسيا منسية مستوى التعاطف الثاني جاء وقت اللي واجه يوسف الشاهد بنوع من الشرصة حافظ قيد السبسي والرئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التعاطف لحزب داتونس أما في الأثناء بداية لأسؤال التعاطف في رمز اللي صالح يوسف الشاهد لأعتبارين ممكن هما من المستجدات الجديدة الأول وقت اللي صالح راشد غانيوشوي أنه حركة النهضة هي الحاكم الناطق الفعلي ورفعت تغفيته في وجهه وزراء تعتبرهم فسيدين وغير أكفاء وهي اللي كانت مهندس التحويل الوزاري الأخرى ويوسف الشاهد تفضوا على المثلة وسكتوا بدأ يظهر مش رئيس حكومة كما قال أما ديكورو وحتى مشروع التالكورو والاعتبار الثاني جاء على خلفية الأضراب العام في الوظيفة العمومية اللي شركوا فيه تقريبا ستمائة وخمسين ألف موظف وخرجوا مئات ألاف منهم في مظاهرات عارمة في كامل أنحاء البلاد ضد الحكومة في مختلف المناطق واقتلن فيه صورة يوسف الشاهد مع تصوير كريستينا جالد رئيس صندوق نقد الدولي السيئذي فيما اعتمد يوسف الشاهد هنا زال الصمت بل الشلل ويقول عديد الملاحظين هذا تقطقوا وما زال فلقوا ثم أحيان يلجم المسؤول خاصة سياسي يكون فيها تفاعلي غير اكتف بل استباقي انتيسيباتيف ما كان يتقر في دوامة سعيب يخرج منها ولا يخرج منها بأخف الأضرار السياسة لمن المتحركة والوجدان العامي يروح بين النصمة والطفان يقول لي ما يفهمش هذا محال زعيم سياسي كان واحد شاف عزوذا تمشي بولاكيز قالها يا ميمتي بقداش القوس قالتوا تكبر يا كبدي وتاخذوا بل الشيء